قارج الصين تم الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة جديدة على مستوى العالم ليصل إجمالي الحالات إلى أكثر من 330 ألف حالة في أكثر من 180 ألف دولة ومنطقة وشهدت أوروبا والولايات المتحدة زيادة سريعة في الإصابات حيث زاد عدد الحالات الجديدة في إيطاليا عن 5000 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 70 ألف حالة ولديها أكبر عدد من الوفيات زاد عن 6000 حالة وفي آسيا أبلغت إيران عن أكثر من 24 ألف حالة إصابة إضافة إلى 1900 حالة وفاة وفي الولايات المتحدة زاد عدد الحالات الجديدة عن 10 ألاف ليصل عدد الحالات الإجمالي إلى أكثر من 54 ألفا ترجمة نانسي قنقر